كيف حالكم أصدقاء سعد الله كل أوقاتكم بهذا الفيديو راح نحكي عن البيتكوين على المدى القصير على المدى المتوسط شو أفضل أماكن يلي تضارب عليها البيتكوين أصبح سلبي أم الحركة يلي صارت هي فقط لتصفية عقود اللونغ كل هذا راح نقشه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى من هناك تشترك بالقناة المنصة اللي بنصح فيها للتداول الفوريكس أيضا تداول البيتكوين والإيسيريوم ضمن حسابات إسلامية السحب والإيداع جدا سهل بالمنصة ما في أي رسوم لتبيض الصفقة إذا حابب تنضم مجموعة التوصيات بشكل مجاني بتعمل حساب عن طريق رابط إحالتنا منصة إكسنس بعدها بتوسق حسابك بتتواصل معي طبعا بتأوضع خمسمائة دولار أقل شي حتى تقدر تدخل معنا مجموعة التوصيات ورح يتم إضافتك بشكل مجاني شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين البيتكوين أصدقاء إذا منلاحظ إحنا بعطلة الأسواق العالمية دائما بالعطلة بيكون السيولة ضعيفة وحركة البيتكوين محدودة أغلقت الأسواق العالمية عند بناطق تسعة وستين ألف خمسمائة يعني أي حركة سواء للأعلى أو سواء للأسفل ممكن يشكلنا هالمنطقة هاي المغناطيس نرجع نسكر الفجوة يلي رح تتشكل سواء البيتكوين اختار الزهاب إلى الأسفل أو اختار الصعود للأعلى رح تبقى هاي المنطقة هدف عند افتتاح الأسواق العالمية في حال صار الارتداد من الآن للبيتكوين شو أفضل أماكن يلي لازم نراقبها ممكن نشوف مننا الرفض رح نشوف رفض من مناطق سبعين ألف وستمائة إلى السبعين ألف ومية وخمسين هاي المنطقة ممكن نشوف منها رفض وممكن نشوف منها معاودة للهبوط البيتكوين ما زالت تبدي الضعف على فريم الساعة أيضا إذا منشوف البير فلاج يلي تشكل عنه على فريم الساعة للأسف هو من أحدى النمازج السلبية كسر للأعلى رح يستهدف عنا مناطق سبعين ألف وستمائة إلى السبعين ألف ومية وخمسين أما في حال الكسر للأسفل للأسف ممكن ناخد سيولي أسفل ديل هاي الشمع وممكن تكون عنا فرصة مضاربة في حال كسرنا البيتكوين مناطق ثمانوستين ألف وخمسمية وأخذنا سيولي أسفل هاي المنطقة وأنا بفضل يتوجه للدعم اللي حددته بالسابق الدعم اللي حددته أنا عند مناطق الواحدة سبعين ألف خبرتك في حال كسر السبعين ألف وثلاثمية يبقى مناطق سبع وستين ألف وثلاثمية هي فرصة للدخول عندنا أماكن تصفية بمناطق سبع وستين ألف وثلاثمية لاحظ صديقي إذا صارت عندنا هاي الحركة تعتبر فرصة جيدة للدخول إذا نزل البيتكوين لها المنطقة هاي أخذ للسيولي وعاد أعلى هالترند أعلى مناطق التمانوستين تعتبر فرصة جيدة للدخول سواء بالعملات البديلة أو فتحت مركزات على البيتكوين لازم نشوف ارتداد من هالمنطقة هاي من السبع وستين ألف وثلاثمية ودائما بعد الارتداد بعد ما نشوف حركة إيجابية لستوبلوز أسفل هاي المنطقة أمر مهم جدا أنه ما نسكر أسفل هالترند الترند هذا على فريم الساعتين وإذا نشوف أيضا الترند أيضا بتوافق على فريم اليوم في عنا تشكل نموزج القمة المزدوجة لكن هالنموزج هذا ما بيتأكد إلا إذا أقفلنا أسفل مناطق الـ 67300 تقريبا إلى مناطق الـ 67000 بإقفالنا أسفل هالمنطقة فقدنا الترند هذا على فريم اليوم فقدنا الترند على فريم الأربع الساعات وأيضا أكدنا نموزج القمة المزدوجة اللي ممكن يكون أهدافه مناطق الـ 64000 إلى الـ 64500 راقب البيتكوين صديقي راقب البيرفلاك اللي تشكل على فريم الساعة وين رح يكسر وراقب افتتاح الأسواق العالمية من الأفضل انتظار الفوليوم حاليا ضعيف نوعا ما بسبب إغلاق الأسواق العالمية وممكن كثير أشخاص يوقعوا بالفخ لازم تراقب فتح الأسواق العالمية عند هذا الخط رح تصير السيولة أكتر وهيك رح نقدر نحدد وجهة البيتكوين لكن منطقة الارتداد في حال حصل الارتداد منطقة 0.5% إلى 0.61% في حال كسر البير فلاك أمر جيد إذا البيتكوين يداولي بشكل جانبي متص الهبوط يلي صار بهي الشمعة وبعدها شفنا محافظة على مناطق 69800 هذا بيدل على اقتراب اختراق لترند هذا الهابط ورح نشوف حركة تصفية ممكن تمتد لمناطق الـ 74000 مفتاح الأمان عنا برجع بذكر هو مناطق الـ 68000 لازم ما نقفل أسفل على الفريمات الكبيرة ممكن ناخد السيولة مناطق 67300 لكن ركز على إقفالات الفريمات الكبيرة فرصة المضاربة بيكسر القاع السابق قاع الشمعة يلي صار بهالمنطقة عند مناطق 68300 وأنا بفضل أنه يكمل البيتكوين لمناطق 67300 وارتد بقوة أعلى 68 لكن في حال البيتكوين أخذ لي سيولة أسفل ديل هاي الشمعة وأيضا شفنا تماسك وشفنا ارتداد قوي ممكن نبني عليه ارتداد إلى مناطق الـ 70000 أو الـ 71000 غير هيك أصدقاء البيتكوين أسفل مناطق 70300 هو تحت ضغط بيعي أولى الأهداف عندي هي مناطق 68500 وأيضا 67300 مهم جدا تعمل إدارة صالح من الرأس مالك بيانات سوق العمل الأمريكي يوم أمس ضرت سوق الكريبتو وممكن الأسواق العالمية تفتتح على هبوط وممكن يلحق البيتكوين ويزور مناطق 67300 افتتاح الأسواق العالمية كيف رح يكون هذا رح يأثر بشكل كبير جدا على البيتكوين ممكن نشوف تداول جانبي مثل ما حكيت بفيديو يوم أمس حتى افتتاح الأسواق العالمية أماكن التصفية على الفريمات الصغيرة عندنا منطقة 70180 هاي الهدف حطيت أنا باختراق الـ Bear Flag وأيضا عندنا هدف مناطق الـ 68800 عندنا أماكن التصفية على الفريمات الصغيرة على الفريمات الكبيرة عندنا أعلى 72000 أماكن تصفية جدا ضخمة في حال البيتكوين قرر يأخذ سيولي على مناطق 72000 تعتبر منطقة جيدة للبدء بأخذ الأرباح هيك وصل لنهاية الفيديو سلام